اليوم كما تبعتم جابوا في الأخبار ماليا في قنوات ذوباب انتاحهم في منيش عاد مواقع الرئيس السابق المحترم زيدي لوغان لألقاب لامين زروال يتصل بأخيه منيش عارف تبون ويتبادل معاه ويشكروا على الانتخابات التي تمت طبعا الجزء الأكبر منه أنه هذا كلام كذب ونونو زروال يعرف أنه هذا كلام كذب وربما زادوا عليها حتى هو يعني ربما زروال قال لزوج كلمات هما أنا كسلوهم لخمسين كلمة يعني شكون لما شاهش بهذه الانتخابات كارثية داخل النظام عارفينهم كيفاش يخرج زروال لكن الحقيقة أنه أخرج لسببين عفوان لسببين على الأقل أو أكثر سبب الأول الصراع اللي ره يتعظم ما بين الديرس القديمة والجديدة ديرس تعتوفيق ونزار وجمعتهم ومن معهم لكن خلينا نرزولهم دائما بالديرس تعتوفيق وديرس تعراشدي ومن معهم في مواجهات تبون شنغريحة قايدة إلى آخرها لأن شنغريحة وقايدة كانوا مصرين على الانتخابات طبعاً تعالي الولايات هذه تعالي الناوحي يتبعوا في الغالب يخافوا ويتبعوا وفي الحديث الآن حتى على إيطاحها بقايدة القوات البرية واللي رح يخلفوا على الأرجح على الأرجح قايدة إلا ما خلفش مباشرة شنغريحة قايدة هذا الحركي صنيعة القوى الغربية فرنسا أمريكا صنيعة كامل فرنسا أمريكا فرنسا أمريكا واللي ينقوا فيه ويكبروا فيه علموا حتى شوي الإنجليزية إلى آخره باش يكون هو السيسي تاع الجزائري لكن طبعاً بإخراج جزائري بواجهها مدنيين فرح المعركة كبيرة فخرجوا زروال خرجوا زروال باش يبعثوا رسالة هم في مفهومهم في قناعتهم زروال هو من ذلك الوطنيين عنده قيمة داخل الجيش مع أنه تمت الإيطاحة به في سبتمبر 1998 وهو غادر في أفريل 1999 بعد أن كذب الشعب الجزائري وخرج وقال لانتخابات كنت نازيها أنت بوتفليقة وقبلها قال باللي أنه سيشرف على انتخابات نازيها ويوم انتخابات بوتفليقة ستا سحبوا من السبعة بقى بوتفليقة وحده ولم يكن لهذا زروال للشجاعة وللقدرة وللكرامة أن يخرج ويقول لا نلغي هذه الانتخابات بعد أن نسحب منها ستة من السبعة يبقى وحده متفليقة لا استمر لأنه جبان لأنه جبان ويومها توفيقه نزار العماري قالوا له لو كانت تراجع ولا ما تكملش مع الانتخابات نطحنوا بطحن إلى درجة أنه استقال في 11 سبتمبر 98 ويبقى لهم رئيس مستقيل حتى الأفريل 99 لا توجد لا في الدستور لا في كل شيء لكنهم آخر شيء عندهم هو الدستور اليوم يخرجوه باش لعل كاش مكاين ما زال كالجنرال ولا كاش كولونيل عنده نظرات إيجابية على زروال يسمع له لكن بالحقيقة خرجوه أساسا لاجتداد الصراع ما بين هذه الأجنحة نعم هناك توافق تاكتيكي ما بين ديريس تعراشلي الديريس الجديدة والديريس القديمة نتعا توفيق لكن الاتفاق تاكتيكي بناتهم على ضرب شنغريحة وقايدي وتبون بناتهم خصومات هما أيضا لكن فيه اتفاق ضرفي في اتفاق ضرفي فخرجوه لهذا السبب سبب الثاني أن زروال شخصيا يشعر بأن سيطرت بأن سيطرت الديراس القديمة والجديدة والإيطاحة بتبون يعني هو دخولوا السجن أو على الأقل تمرميد ما تنسوش بأنه هو اللي خرج وأعلن لما تلاقاه توفيق في نهاية مارس 2019 والسعيد والترطاق والوزح النون لما تلاقوه في إحدى فيلات الشعب يسمى فيلات الدولة لما تلاقوه يومها خرجوا قال أنا خاطيني بعدين في بيته وتلاقوه هم كانوا داروا اجتماعهم ثم راح يتوفيق وتلاقاه في بيته في زيرالدا هو اللي أخبر الجايد صالح في الحقيقة أخبره لأن قالوا له باللي الجايد صالح راح صور اللقاء كان كاين ليتنون كورونال كان يتابع في كل أشياء وصور كل شيء فهو سارع لإخبار الجايد صالح وهذه كانت البداية أو التسريع الإطاحة بعض الزبوتفليق أو السعيد ثم مهدت القبض على توفيق وعلى ترطاق وعلى السعيد وعلى ترطاق والسعيد لا قيمة لهم لكن توفيق رجع كنقول رجع مش شرط هو رو كبير الآن عمره 83 سنة وعنده أمراض كثيرة وكانوا كسروا له كتفه من تعذيب وكانوا ضربه وكانوا قهروه لأن كل واحد يسجن واحد يقهروه لكن طبعاً ما زال عنده تخطيط والعلاقات ونزار وإلى آخر ما زال فزروال يعرف أن سقوط تبون وعلى الأرجح يكون معها سقوط شنغريحة أيضاً يعني رايحين ينتقموا منه انتقام ربما يقترب من الانتقام بتاع أبو عزة وسيني وانتع عبدالقادر لشخم وانتع تبو ديلات وانتع شواقي وانتع كروم هذا كلهم رام في السجون ومروا بتعذيب شديد وكلهم فايتين 65 سنة بل أن بعضهم فايت 70 فايت 75 أكبر عدد من الجنرالات المسجونين في العالم هو اليوم في الجزائر هذه مؤسسة عسكرية أم مافيا متصارعة؟ أم مافيا متصارعة؟ في لحظة معينة لقيت سالح دافع لي طول الوقت في لحظة معينة شاف الشعب مش متراجع أطاح به عشرين سنة كانوا كثير يقولوا بل إخلاص بوتفليقة سيطر على الجيش وسيفعلوا وكنا وقلوا لهم لا يا جماعة هذا حكم عسكري وإسانسيال ما مخابراتي في عمق مخابراتي ورأوا في اللحظة الحارجة للنظام العسكري يشعر بأن الشعب يريد دولة مدنية بحق ما عندهم شمانة عندهم يطحوا بأي مدني يسجنوا أي مدني يقهروا أي مدني أو عسكري وهذا اللي حدث إذن إحنا ما هوش مهم فقط رحيل تبون آه نعم هو رمز لكل الرداء للكذب للخداع ما فيش واحد أكذب منه ربا في تاريخ الجزايا والناس شافت من عنده أكذيب ليس لا حدود لكن ليس هو قالوا لماذا أقول لكم هذا لأنه اخترب أجلوا لم يقالوا كثيرا في الغالب سوف نخرجوها على شكل مشكل صحي على أساس سألألمانيا وأمور ما صحته سيتسوء ورجله ممكن يقطعه له وإلى آخره أو حتى يديروا له كانش أنجيكسيا وانتهى أمره وقال أصيبه بالكوفيد وتفاقمت أموره الصحية وانتهى أمره إذن الأمر تاو أو بأي طريقة أخر الشعب يريد دولة مدنية يريد للجنرالات أن يكونوا في الثكنات وأن يصنعونا عقيدة عسكرية يبنونا عقيدة عسكرية ويصنعونا سلاح وأن يتركوا الشعب الشعب لنفسه يقرر مصيره ويحكموه مدنيين شعب يجيبهم أو يطح بهم شعب هذا ما يريد شعب يريد أن لا تكون أكثر المدن التاع أو كثير من المدن التاع وهي عبارة عن ثكنات أو نصفها ثكنات وأحيانا في وسط المدينة شعب لا يريد أن تكون تقريباً نصف الميزانية المعلن والسرية لأنهما في المعلن هي الربع أكثر من الربع الميزانية طرح الجيش كيف يضيفون لها المليارات السرية التي لا يعلنوا هاش قريباً نصف الشعب لا يريد جيش يأكل نصف الميزانية والشعب يجوع بل يعطش الآن الشعب يريد صناعات حقيقية ليس المرور عبر المفسدين الإمارات بالرشاوي والفساد شعب يريد جيش لا يتجاوز فيه الجنرالات العاملين سبعين سنة والذي فوق السبعين ممكن يكون مستشار ممكن ممكن يكون في مجال تعتفكير ممكن لا تقدرش تكون سمحوني على هذه العبارة تمشي بليكوش وانت قائد الجيش لا يعقل أو مهزلة في التاريخ هذه ما يمكنش واحد كماشينغريحة ينام في كل الاجتماعات ويشخر في كل الاجتماعات وهو قائد الجيش وتشوفوا حتى لما يجتمع مع الروس اللي هم الشيوخة في الغالب هو الروس أصغر منه وقادة الروس أصغر منه كلهم شعب يريد نظام شفاف ما يوصلش فيه أو يحيا والساعد بوتفليقة وعبد العزيز بوتفليقة نسبحه رئيس ورئيس وزراء ومانيش عارف مستشار خاص وهم كبار لصوص وسلال وزوخ وغيرهم لا يمكن شعب يريد نظام عادل قضاء عادل إعلام حقيقي شعب يريد كل هذه الأشياء وأنتم تريدون دمار الجزائر ترجمة نانسي قنقر